في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدور زوجات ضباط المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج نظمت القوات المسلحة احتفالية بعنوان هي بالمصري بحضور نخبة من ممثلي وزارة الخارجية وبعض زوجات السفراء المصريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجات الملحقين العسكريين الأجانب وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى سفارتهم بالقاهرة بمشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مورسي وصرح المتحدث العسكري بأن هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة في جهاز الملحقين الحربيين قامت بالإعداد والتجهيز لتنفيذ الاحتفالية بواسطة زوجات الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكري وبالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة